بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالستابيليتي اف سلوبس والنهاردة نتكلم في بارت فور اللي هي طريقة السلايس او ساعات بيسموها السويديش ميسودز عشان نحسب الفاكتور اف سيفتي نتيجة مين الميول اللي عندي طبعا طريقة السلايس ميسودز او السويديش ميسودز بنقول ان فيه potential slip surface is assumed to be circular arc soil mass above the assumed slip surface is divided into number of vertical slices curved bottom of each slice approximated as a chord more slices يبقى يطلع more refined وعندنا من عشرة لبين slice typically sufficient less for hand طبعا لما تيجي تعملها الهند بسوليش الموضوعها يبقى قل factor of safety is defined as a ratio between the shear resistance of soil and the mobilized shear stress to maintain equilibrium factor of safety is considered to be equal for all slices find lowest factor of safety for different failure surface طبعا يعني ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله ده الكلام ده كتير ووجع دماغ قصة دي بالضبط او الطريقة دي مزتها ان هي بتصلح لمين لكل انواع الصيخ يعني تنفع للكليه المرة اللي فاتت الطريقة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت كانت تنفع ليه الكليه فقط لكن دي تنفع لكل انواع التربة الـ C soil الـ Phi soil والـ C Phi soil تنفع لكل التربة والطريقة دي ببساطة خالص بردك نفس القصة انت لازم من اول ترسم مين الميل بتاعك ترسمه بمين بـ Scale زي ما تعلونا قبل كده وبعدين نحدد المركز زي ما قلنا بردك قبل كده وابتدي ارسم الدايرة بتاعتي ايه الفكرة بقى بتاعت هذه الطريقة انه هو هيقسم الايه الوجي بتاعه ده لمجموعة slices شرايح بالشكل ده ويبتدي كل شريحة من دي يدرسها على حدا طبعا هنا فيه كيرف هو طالما زود عدد الكيرفات الكيرف ده تقريبا بقى قطعة مستقيم او يعني بقى خط مستقيم كده يروح يجيب مين مساحته ومن مساحته يجيب مين الوزن بتاعه عشان الوزن بتاعه ده يحلله بيحلله القوة كده اهي تعالوا نبص هنا اهي شوف ادي ايه ده الميل اهو قسموا المين لعدة شرايح طبعا هو رسم الميل والقصة بتاعتنا في الاول ما فيش اي مشكلة او حدد المركز وقادي السلايس بتاعه تركز بقى معايا السلايس دي عنده ايه عنده دي الوزن بتاعه الوزن بتاعه الشريحة دي يجيبها ازاي ده سهل جدا ايه هي عبارة عن الطول ده او الطول ده زائد الطول ده على اتنين في الارتفاع خلصت ماشي ده موضوع منتهي الوزن ده بيأثر فين الوزن ده تعمله في الاتي يعني هتاخد ايه يعني انت عندك ده عبارة عن شبه منحرف عشان اجيب السي جي بتاعه السي جي بتاعه هنقسم الحتة ديت لمين للتلات اقسام بالشكل دوت وهنبتدي نوصل دي بدي كده وهنوصل دي بدي كده قسمنا تلات اجزاء دي طريقة تقريبية يعني وبتدي بقى ده تأثير الوزن بتاعي هنا عرفنا مكان تأثير الوزن الوزن ده هحلله المين ها التحليل هاي شايفينه بيتحلل لقوتين الوزن بيتحلل لقوتين قوة كده ركز معايا وقوة كده القوة ديت راحة للمركز فمش هتجيب مومنت المومنت هي القوة دي اللي هتجيبه واضح؟ طب وبعدين احنا يعني في الحل بتاعنا احنا هنهمل الاجزاء ديت دي ما نجدعو بيها خلاص احنا القصة بتاعتنا كلها فين في الشغل ده طيب ايه اللي بيقاوم هنا بقى عندي حاجتين خلي بالك بقى الشير بتاعي اللي هو عبارة عن ايه الشير دوت عبارة عن ان تام فاي زائد السي في ال ال اللي هي المسافة اللي هي ديت اللي بيحصل فيها عند اللي ايه الفيليار دوت طب الحتة دي اجيبها ازاي اقوله ما دي حتة من كيرف صح؟ ممكن اجيبها هنا هوت بشكل بسيط جدا وابتدي اعمل لها تكامل عشان اجيب الطول ده كله في الاخر زي ما هنشوف ايه دلوقتي طبعا في يعني ناس كثير اشتغلت فيها لكن اللي احنا شغالين بيها دايما هي يعني انت ماليكش داعب ده كله ده مش مقرر عليك لكن اشتغلنا بالمومنت بتاعنا والفليار سيرفس افترضنا اللي هو سيركولر وبنحسبه عادي جدا ممكن بالكالكولياتور او بالكمبيوتر ما فيش مشكلة على اساس ان هو فرض ان يجيب صفر يعني ما فيش ايه اللي هو الحاجات اللي احنا خدناها في الاتجاه اللي فوق واللي تحت ده فانت كل اللي همك مين السويديش ميسدز او بتاعت ايه في اللينيس اللي هي سنة 27 طيب زي ما انا قلت لك اهوة في الاخر انت خلاص ده كله تلغة بقت عندي الوزن هنا هنا بقى ده النورمال ده رايح هناك مش هيمليش دعو بيه لكن هو ده التي بتاعتي فالتي ديت اهم حاجة ديت طيب ركز معي التي اروح اجمعها لكل السلايز ديت طيب وبعدين سميشن تي والسي مضروبة في ال الارك اللي هي مجموعة الاطوال دي كلها زائد سميشن ان في تان مين فاي ان اللي هي بقى النورمال ده اللي انا مش هاخده معايا في مين في التأثير بتاعي لكن هاخده معايا في مين في يعني يعني الان ديت بتاعت الشير سترينس وليس التحليل مين الدابل لان هي التحليل الدابل وفي الاخر ان ما هلازم تسوي ان يعني فيميني ازاي ان بتاع الدابل و جاي كده وليه الان اللي هي طالعة ناحية لفوق بالشكل ده الكلام مش هيبقى واضح غير لما نشوف مثال ده هنشوفه في الجزء القادم ان شاء الله